جوجل عادت من جديد علشان تعلن عن الاصدار جيميناي 2.5 فلاش ريفيو اللي هو وضع المعينة عبر جيميناي اي بي اي ويل اي ستوديو وبرتكس اي اي والنهاردة لما دخلت على جيميناي الموقع الرسمي او الويب ااب لقيت انه هو متاح ايضا حاليا من خلال الواجهة الخاصة بتطبيق الويب طبعا جيميناي فلاش 2.0 كان حزب شعبية كبيرة وتم بناء جيميناي 2.5 فلاش على اساس فلاش 2.0 والازار الجديد زي ما بتقول جوجل بيقدم نقلة نوعية في قدرات الاستدلال مع الحفاظ على السرعة والتكلفة المنخفضة جيميناي 2.5 فلاش يعتبر اول نموذج هاجيني بالكامل في الاستدلال حيث يتيح للمطور انه هو يفعل وضع التفكير او يعطله بيوفر كبير امكانية تحديد ميزانية التفكير عشان يبقى فيه توازن ما بين الجودة والتكلفة وزمن الاستجابة مع ايقاف وضع التفكير ممكن المطورون يحتفظوا بسرعات فلاش 2.0 نفسها مع اداء افضل نمازج جيميناي 2.5 هي نمازج تفكير فبدل ما تديك الاوتبوت بشكل مباشر هي بتفكر من خلالها بتقسم المهام المعقدة بتبتدي تحط خطة للاجابة في المهام متعددة الخطوات زي حل المسائل الرياضية او تحليل الاسئلة البحثية النموذج على الامارينة احتلق المرتبة الثانية بعد جيميناي برو 2.5 من حيث الاداء وقدرته على حل المطالبات الصعبة او التاسكس الصعبة يتميز فلاش 2.5 بافضل نسبة اداء مقابل السعر بين النمازج المنافسة مع حجم اصغر وتكلفة اقل متطلبات الجودة والتكلفة والزمن بتختلف حسب السيناريو يعني ممكن انت تطبط ميزانية التفكير وهو الحد الاقصى اللي انت عايز تحصل عليه من الاوتبوت توكنز اللي النموذج بيادر ان هو يولدها اثناء التفكير ميزانية اعلى بتسمح بسكتلال اعمق وجودة افضل اكيد وبالتالي نتيجة في الاخر ادق لكن النموذج مش بيستغل الميزانية كلها الا اذا تطلبت المهمة ذلك للحفاظ على اقل تكلفة وزمن استجابة مع تحسين الاداء مقارنة بفلاش 2.0 يبقى تطبط ميزانية التفكير على سفر تقدر تحدد قيمة الميزانية طبعا عبر الابي اي او جوجل اي ستوديو او فيرتكس اي اي من زيرو الحد 24576 وده اللي بتقوله جوجل يلا بينا نجرب جمين اي 2.5 فلاش من خلال جوجل اي اي ستوديو علشان نشوف تفعيل الثينكينج ونحنا نعمل دي سيبول او نعطل وضع الثينكينج يلا بينا مترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية تابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة ورجعنا مرة تانية على جوجل اي ستوديو علشان نجرب جمين اي 2.5 فلاش بريفيو جمين اي 2.5 فلاش بريفيو هيتم اختياره واحنا عارفين ان جوجل اي ستوديو غيرت الوجهة بتاعتها بقت مور ارجنايز او منظمة اكتر هتلاقي موجود في الجروب الخاص بي جمين اي 2.5 هتلاقي 2.5 برو وجمين اي 2.5 فلاش وخلينا متفقين ان برو افضل من جمين اي 2.5 فلاش وانا قلت لك ان هو بيجي في المرتبة التانية بعد 2.5 برو حسب ما جوجل بتقول على الامارينا وعشان كده احنا مش هنقرنه ب2.5 برو لانه اريدي جيد هنا بالنسبة لي التمبريتش هخليها الديفولت بتاعها واحد زي ما هو وبنيجي للثينكينج وهنا امكانية ان انت تجربه طبعا الوجهة دي معمولة للديفولبرز والناس اللي بتقيم الموديلز هنا عندك بالنسبة لي الثينكينج مود تقدر ان انت تفعله او ان انت تعمله ديس ايبل ست سينكينج بودجت هنا بتخلي الموديل لما مش بتفعله بتخلي الموديل يحدد قد ايه توكنز هو هيستخدمها يعني بناء على رأيه هو او ان انت تفعلها ولو فعلتها هتبتدي ان انت تختار من 0 لحد 24576 انا يعني حسيب الموضوع ده مش هحدد البودجت انا عايزة اختبره بشكل عام هنا بيفيد اكتر الناس اللي عايزة تتحكم في الميزانية وبالتالي حيفتها جدا الجزء المتعلق بالبودجت انا عايزة يعني طلع افضل ما عنده فمش هتحكم في الجزئية دي وحبتدي هنا الاول هعمل ديس ايبل لوضع الثينكينج علشان اروح كومبير وجرب جيميناي 2.5 فلاش مع جيميناي 2.5 فلاش وهنا اروح اتأكد بس في السيتنج عشان يعني تاني اعمل ديس ايبل لثينكينج مود ما تعتمدش على ان انت عملته من الاول لان انت عملته كومبير فهنا عمل ريسات للسيتنج فلازم ما تفعلش الثينكينج مود وهنا مش موجود اصلا حبتدي هنا احط اول تسك معايا وهو تحليل تطور مجموعة علي بابا منذ تأسيسها عام 99 هذا السؤال من جوانب معينة وحبتدي ان اقول run وتعالى ان بص على السرعة جيميناي 2.5 يكاد يكون سرعته زي جيميناي 2.5 فلاش الى حد كبير خلص جيميناي 2.0 فلاش ولكن ما زال جيميناي 2.5 فلاش بيديني الاجابة وواضح طبعا ان اداءه افضل من ناحية النتائج اللي انت بتحصل عليها لان كمية المعلومات اللي عطيها اكتر هنا مثلا بالنسبة لي تحليل تطور مجموعة علي بابا الرؤية الاساسية عند التأسيس المعلم الاستراتيجية المكونات الرئيسية بالتفصيل نقاط القوة نقاط الضعف الفرص والتهديدات الجزء متعلق بالدروس المستفادة من مسيرة نمو علي بابا تعالى نشوف هنا هنا الموضوع الى حد كبير مختصر زي ما احنا شايفين فيه اختصار كده للموضوع المعلم الاستراتيجية لانا شايفة ان اداءه في حالة جمنايتو بوينت فايف فلاش بريفيو افضل تعالى جرى بقى الthinking mood لما نفعله ونشوفه لوحده هيديني ايه يعني هرجع هنا اقول له new chat وحبتدي اديره نفس هنا الthinking mood متفعل هديره نفس السؤال وحبتدي ان انا ادوه run هو هنا لسه بيفكر انا هنا عايزة اشوف هو بياخد وقت اديه في التفكير طبعا احنا هنا عامين thinking budget هنا حيفكر بناءا على اللي هو شايفه لان انت هنا زي ما قلت بتتحكم فيه الميزانية واحنا النهاردة مش بنشوف موضوع الميزانية ده احنا بنجربه بشكل عام تحليل تطور مجموعة علي بابا من شركة ناشئة ده عملية thinking تمام كل طلبتها طهولي بشكل منظم وجيد وده thinking mood نجربه في حاجة تانية يلا بينا اعتقد فيه الكتابة او ان هو يكتب لك assignment حتة ان انت تحدد يفكر قد ايه او التوكنز اللي ياخدها في thinking هتبقى شوية مش عملية في بعض الاسئلة اللي مش بتتطلب ان هو يعود يفكر كتير ويبتدي يتوسع في التفكير في الحالة دي انت ممكن ان انت تتحكم فيه thinking budget هنا create an app with html هو budget tracker app عايزة اشوف الكود الناتج من جيميناي 2.5 flash هامر run حابة ان انا اعمل expand واشوفه بيفكر ازاي السرعة كويسة جدا الخاصة بكتابة الكود هروح على html online viewer حط الكود بتاعي هشيد بس undefined هنا هتدي يقول له مثلا say description in a salary say مثلا حيبتدي يديفه هنا food واقول expense total income total expense طبيعي ان يكون التنفيذ بالمنظر ده لانه هو هيعرف منين المتين رايحة فين يعني هل هي expense ولا income يعني مش لما انا حكت بين دي income او ده expense هيروح في income او expense موضوع مش حلو اطلاقا والتنفيذ زي ما انتو شايفين الاب في حاجة غلط لان لو انت يعني بتتبع معي على القناة بار احنا لسه مجربين O3 و O4 Mini الapplication كان افضل من كده لان اولا بتقدر تختار expense ولا بيكون income فده ما احطوط له واحده ده ما احطوط له واحده الموضوع منظم اكتر التنفيذ مش حلو بالنسبة لي Gemini 2.5 Flash في موضوع الكودينج وممكن نجرب مع بعض حاجة تانية 2.5 Flash هخلي thinking mode متفعل هروح create a front end for a taking note app and I can add a colorful sticky note تطبيق ال sticky note قد بالك انا هنا مش محد داله thinking budget ولا يفكر ياخد قد اي توكنز في التفكير انا سايباه يشتغل براحته هياخد الكود داروح على html online viewer my sticky notes add new note حكتب فيها اي حاجة add new note حكتب فيها اي حاجة طب انا عايزة اعمل delete مش حعرف اعمل delete للي كتبته تمام هو انا في زيلان طلبته colorful sticky notes يعني ما عمل ليش delete لو انا عايزة اعمل delete انا ما قلتلوش بصراحة بس يعني هو عادي عادي application عادي حابة ان انا اجرب استخدم two point five bro اجربه وهنا هحط نفس الامر حابة بس اشوف الكود اللي طالع منه حتت اي اخد الكود زي ما احنا شايفين two point five pro افضل say مثلا task one اخطار اللون وليكن اللون ده add note في امكانية ان انا عمل delete لاي sticky note فانا شايفة تنفيذ طبعا gemini 2.5 pro افضل على رغم ان هو نفسه صح يعني gemini 2.5 flash ولكن طبعا تنفيذ gemini 2.5 في الكود او تنفيذ الكود افضل من وجهة نظري كتير ودي حقيقة لان زي ما قلتلك هو جاي بعد gemini 2.5 pro على الا امارين في المرتبة التانية بالنسبة الجيمينايت او بالنسبة لعائلة جيمينايت ولكن لو انت بصيت على الا امارين هتلاقي ان فيه نمازج تانية جاية مباشرة بعد gemini 2.5 ان هو جاي في المركز التاني في عائلة جيمينايت بشكل عام يلا بينا نشوف دسك تاني هنبتدي ان احنا نجرب تاني gemini 2.5 flash من غير ما عمل compare انا عايزة اشوف ادائه في اجابته على هذا السؤال سؤال احتمالات هنا الاحتمالات هتكون الثلث اختبرت هذا السؤال مع open ai النموذج 3 و 4 mini حبتدي النهاردة اختبره مع جيمينايت 2.5 flash واشوفه هجاوب عليه ازاي وانفعالين thinking mode وحبتدي ادو سران والسؤال هو لده pop والس كل منهما حقيبة بتحتوى على كرة واحدة من كل لون ازرق اغدر برتقالي احمر بنفسجي يعني خمس كرات كل واحد عنده حقيبة فيها خمس كرات والس هتختار كرة عشوائية من حقيباتها وتحطها في حقيبة pop اللي هو دلوقتي يبع عنده 6 كرات وبعد كده هو هيعد لها ايضا كرة فالسؤال هنا احتمال ان تصبح محتويات الحقيبتين متطبقة اي ان كل حقيبة تحتوي على كرة واحدة من كل لون بعد هذه العمليتين هنا الاجابة اللي عطاهالي هي الثلس اجابة صحيحة وهنا شرح ليه الثلس بالخطوات هنعمل مقارنة سريعة جمينايت point five flash وجمينايت two و flash عايزة اشوب بست وحيرد عليها ازاي او حيجوب عليها ازاي طبعا هو اسرع زي ما احنا شايفين التاني طبعا بيفكر لسه والتفكير طبعا انه thinking افضل لان النتاج مفترض انها حتكون افضل هنا بيقول لي ايه هنا عصيني الاجابة ان الحالة الوحيدة التي تعود فيها الحقيبتين الى حالات هما الاصلية عندما يختار بوب نفس الكرة الاحتمال لحدوث لذلك هو واحد على ستة الاحتمال ان تصبح محتويات الحقيبتين متطابقة بعد العمليتين هو واحد على ستة وليس طلت لماذا طلت خطأ ربما تم التفكير فان هناك احتمالين متساويين اما ان تعود الحقائب لحالتهم الاصلية او لا تعود لكن هذا غير صحيح لان احتمال اختيار بوب لنفس الكرة اقل من احتمال اختيار كرة اخرى هنا اللي اعطيني الاجابة الصحيحة هو فكانت الاجابة من غلط والاجابة الصحيحة من جاوب نفس اجابة لما جربنا مبارح النمازج الجديدة من قدامك الخيارين فتختار جيميناي 2.5 فلاش ممكن نجرب حاجة تانية اخر حاجة معنا النهاردة يعني مش هنطول مع جيميناي 2.5 فلاش لو لم يتم تطوير الانترنت في القرن العشرين كيف كان من الممكن ان تتطور انظمة الاتصالات العالمية بالشكل مختلف وحدوس ران فعلى thinking mode مش حتى thinking budget سيباب راحتو هشوف هيديني اجابة شكلها عامل ازاي هنا هنا فكروا وعطوني الاجابة لو لم يتم تطوير الانترنت في القرن العشرين هيمنة الشبكات الهاتفية المتقدمة ايضا تطور وتوسع شبكات المملوكة والخاصة تحسين كبير في تقنيات الفاكس والتلكس استخدام اكبر شبكات الكيبل اقمر الصناعية لنقل البيانات وهكذا باختصار كان العالم سيشهد تقدما في الاتصالات الرقمية مدفوعا بالحاجة المتزايدة لنقل البيانات والمعلومات ولكن هذا التطور كان سيتميز بالتجزئة تكلفة اعلى سهولة اقل في الوصول للمعلومات وبطئ في الابتكار المفتوح مقارنة بالقفز النوعية لحق اهل انترنت كشبكة عالمية مؤحدة مفتوحة الى حد كبير وتسمح للجميع تقريبا بالنشر والوصول تمام اجابة جيدة هنا نقدر نقول ايه نقدر نقول ان 2.5 فلاش افضل من 2.0 فلاش يعني لو قطيح لي استخدام الاتنين فانا هاختار 2.5 فلاش ويفكر براحته ويديني الاجابة الدقيقة عندك كمان 2.5 برو متاح في الخطة المجانية اعتقد برضو ان 2.5 فلاش اكسبريمنتل هيكون متاح في الخطة المجانية ريت تقولولي في التعليقات لو استخدمتو او المنازل ايه رأيكم فيه وهل هو محدد ولا لانا لسه ما استخدمتوش على جيميناي ويب اب اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة وكان ده تقييم سريع لجيميناي 2.5 فلاش اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى وزين بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تدعمنا باللايك وشير والكومنت ولكنت بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته